السيدس كمال انا ممكن يعني اوضيف من الشاعر بيت برضو انه برضو ياريت اني لقي برضو متحدث رسمي برضو للسادة اخوان المسلمين او سلفيين لا مش هعملوها لسبب لان هم اتعودوا من خلال الخبرة السياسية الممتدة ان هم يخلوا حد منهم يتكلم بتصريح ما يطلق قبلونة الاختبار اذا لقوا قبول في الشارع ومن القوى السياسية الاخرى يكملوا معاه اذا لم يجد قبول يقولوا ده رأيه الشخصي واحنا مش معها هذا الرأي بالضبط زي ايه المرشد العام المرشد السابق للاخوان المسلمين طلع من يومين في اليوم السابع وقال اللي مش عاجبه حكم الطيرات الاسلامية يمشي من البلد وقبل كده حد غيره قال قدامه كندا وامريكا يعني الرجل قد ترخيره حدد لنا كمان عشان نوفر الوقت المكان اللي هنروحه لما هاجت الدنيا ولان هذا الكلام تصادم مع الحس المصري عند كل المصريين حتى عند المسلمين وده انا شفته بنفسي بسرعة قالوا اولا طلع المتحدث الرسمي باسم الجماعة اللي هو الدكتور احمد ابو تريكا ابو بركة ابو وده احمد ابو بركة الوحدة الوطنية والجماعة مش عام احب ايه واخواتنا المسيحيين واخواتنا اللقباط هم مبيولوش اخواتنا اللقباط هم بيقول اخواتنا النصارى وهذا تعبير يعني 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 عالم استفهام تمام لكن في النهاية هم لن يصلوا او لن يقبلوا فكرة ان واحد بس يطلع يتكلم عشان فكرة المناورات اللي هما بيجيدوها وفي النهاية يأثروا على أكبر قاعدة من الشارع ويكتذبوها ليهم ده بعيد عن السكر والزيت والأساليب الأخرى اللي كانوا بيعيبوا عليها على الحزب الوطني فيها وهم أصبحوا الورسة الحقيقيين للحزب الوطني والله أستاذ كمال أنا شايف أنه يعني تقريباً كل اللي بيلعب اللعبة السياسة دي يعني ما هي دي نوع من اللعبة السياسة اللي أنا كنت بقولها في المقدمة إنك أنت ممكن تقول جملة أو كلمة وبعدين عشان تجس بيها نبض ما هي دي كل السياسة كل الدول على الفكرة والعالم بيتعاملوا بالطريقة دي هذا الكلام يبقى صحيحاً وأقبلوا من أي فصيل إلى الفصيل الديني ليه؟ لأنه أي فصائل أخرى ليست لها وزع آخر غير الوصول إلى الكرسي أما الفصائل الدينية حسب المعلن فهي تريد أن تنقلنا إلى المدينة الفاضلة من خلال منظومة أخلاقية إذا كنت وأنت تقدم لي مشروعاً لتفعيل المدينة الفاضلة والطوباوية ثم تستخدم أدوات منافية لكل هذا فيها الخداع وفيها المنورة وفيها الضغط على الناخب وفيها استخدام استغلال حكته وفقره وجهله وكذا للوصول إلى ما تريده أظن أن الهدف السليم يحتاج إلى وسائل سليمة طيب أساس كمال برضو خلينا ما ننساش أنه إحنا بكرة أو اليوم في الانتخابات المرحلة الثانية مزبوط ومرحلة الأولى شفنا طبعاً تقدم الحزب العدالة اللي هم الأخوان المسلمين والحرية والعدالة والأخوان المسلمين يعني والسلفين التحالف النور مع الأحزاب السليفية الأخرى هم دول المتقدمين في الانتخابات وأعتقد أنه ممكن يكون الليبراليين والتحالفات الأخرى ويعني الأحزاب الأخرى يعني أعتقد أنهم ممكن يكونوا أخذوا درس في المرحلة الأولى هل متوقع أن المرحلة التانية تستمر بنفس النتيجة ولا ممكن يبقى فيه اختلاف؟ أنا في ظني أنه سيكون هناك اختلاف وأن كان اختلافاً طفيفاً ولكن التصريحات المتوالية لرموز الطيرات الإسلامية ربما كانت أكثر إسهاماً في أن يحصل الليبراليون على أماكن أكثر من المرحلة الأولى لأن التخوفات اللي وصلت للشارع المصري وخاصة لقطاع المرأة تحديداً بعيد عن اللعبات المرأة بشكل عام كانت واضحة وصريحة وفادحة في تأثيرها ولذلك هناك من يراهن على صوت المرأة وأتصور أن هذا وارد خاصة بعد ما انكشف الغطاء عن الصورة حقية لهذه الطيرات أنها تتكلم بالدين وتعمل بعيداً عن الدين أستاذ كمال آخر سؤال فقرة انتهت وقت انتهى في فقرات تانية آخر سؤال هفترض جدلاً أنه الانتخابات خلصت المرحلة الأولى والتانية والتالتة وتلعن لك برلمان معظمه أخوان مسلمين وسلفين يعني طيار ديني نعم إيه ميزة ده وإيه عيب ده وفي نفس الوقت متوقع إيه اللي يحصل الخطوة اللي بعديها على طول شوف أولاً الميزة أنه الذين صدعونا ببرامج أو بكلام مش ببرامج للأسف هو بشعارات تبشرنا بالجنة القادمة سوف يوضع هذا الكلام على المحك فإذا نجحوا في أنهم يترجموا هذا الكلام إلى واقع وهيشيلوا العبء معنا على الشارع المصري وفعلاً يصلحوا الاقتصاد والتعليم وكذا وكذا اتجاه الحداسة والحضارة أهلاً بيهم ما فيش مشكلة لكن إذا وصلوا ثم فشلوا في كل هذا فسوف تكون الطامة الكبرى بالنسبة لهم يعني أنا مش متصور أنهم سوف يأتون فيما بعد مرة أخرى ما لم يوطيحوا أصلاً بآلية الديمقراطية وبالتالي نحن ننتظر ونرى لكن المهم في النهاية أنه اللون الواحد ليس في صالح الطبيعة يعني التنوع التنوع هو سمة الحياة وسمة مصر تحديداً من أيام الفرعنة وبالتالي أنا لا أتصور أن هذه التجربة سوف تكلل بالنجاح لو سبغ المجلس أو البرلمان بلون واحد نحن بحاجة إلى التنوع لإحداث التوازن وحتى لا تختطف الدولة إلى مربع دولة الخلافة ثم نعود من أر مرة أخرى نقاوم من أيام الهجسوس وانت طالع ده بشكل عام ولكن إيه الخطوة اللي بعدها على طول؟ الخطوة اللي بعدها لو استمرت الديمقراطية كآلية اختيار أن كل شخص هيستفيد أو كل طيار أو تجمع سياسي هيستفيد من أخطاءه بالضرورة وهيتواصل مع الشارع وده هيبقى مكسب للتجربة نفسها الأمر الثاني أنه الشعب المصري ضاق طعم الحرية عبر التسعة عشر تشري اللي فاتت أو ربما تناشر شهر دلوقتي من يناير احنا منتكلم من يناير عفلنا سنعو هذه التجربة غير قابلة للاندصار أو غير قابلة للمحو الشعب المصري والشباب تحديدا أنا رهاني مش على جيلنا أنا رهاني على الشباب الذي زاق طعم الحرية سوف لا يقبل أن ينتقل من دكتاتورية فرض إلى دكتاتورية طيار الكاتب والمفكر الأستاذ كمال زاخر صباح الخير يا فندم ونورتنا شكرا جزيلا لفندم شاهدنا فاصل ورجعين حالا